أهلا بكم تتفاقم حدة التوتر بين تنظيم داعش والجيش الحر أمير داعش في القلمون كان قبل أسبوع قد أعطى مهلة خمسة أيام لكتائب الجيش الحر لمبيعة داعش مهددا بقطع رأس كل من يرفض مبيعة التنظيم بعض الكتائب بيعته قبل ذلك منها كتائب أحرار القصير بقيادة بو عرب وكتائب الفاروق في القصير بقيادة موفق أبو السوس ومجموعة عبد السلام حربة أما مغوير القصير فرفضت المبايع ونتيجة لذلك أعدم داعش قائدا ميدانيا تابعا لهذه الكتيبة يدعى عرب دريس داعش لم يكتفي بأعدام المسؤول العسكري بل هاجم منطقة المحسى في القلمون الشرقي واشتاح مقارة لمسلحين تابعين للواء مغوير القصير المنضوي إلى الجيش الحر وهاجم أسرهم لينتهي المشهد بأعدام عشرين مسلحا منهم ويهدد التنظيم حاليا بأعدام كل من الرائد المنشق معد إدريس والشيخ معتصم وأبو عاطف إذا رفضوا مبايعة البغدادي وهم قياديون في لواء مغوير القصير على خلفية ذلك امتدت معارك الطرفين من القلمون الشرقي إلى جرود القلمون الغربي وتحديدا في كل من معبري زمراني ومرطبيا وصولا إلى جرود قارة وأدت إلى مقتل وجرح أكثر من عشرين مسلحا من الطرفين وفيما لا تزال الاشتباكات مستمرة بشكل متقطع بينهما تقف مجموعات تابعة لجبهة النصرة كمجموعة أبو علي الشيشاني إلى جانب الجيش الحر ضد داعش ترجمة نانسي قنقر